وجه رئيس عبدالفتاح سيسي الحكومة بتوفير تمويل بقيمة عشرة مليارات جنيه لسندوقي الأسرة وكبار السنة جاء ذلك في احتفالية المرأة المصرية حيث وجه رئيس سيسي الحكومة بحزمة إجراءات لاستكمال دعم المرأة منها توفير دعم الفنية للمرأة في ريادة الأعمال والمجالات التكنولوجية والرقمنة وتنمية اقتصاد الرعاية أوجه الحكومة بما يلي مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الانتاجي ودورها الاجتماعي تشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بمجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية اشتركوا في القناة